السباح الخير نتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنالي رضاكم وتجربوها باسم الله نبدو على بركة الله الوصفة المكوين الاساسي هو والماز المكوين الاساسي هو الوصفة فضروري لكيس العنباء لتعبرو به القياس القياس مكوين الاساسي يجب 15 ملل 10 سنتيلتر 150 ملل مكوين ملل سوف نحتاج البيضات في حرارة المطبخ يجب البيضات كيف يجب البيضات يجب الكائعة المكوين الاساسي سوف نحتاج المكوين الاساسي مصدر سوف نحتاج مصدر المكوين الاساسي يجب الكائكا والمر يكونوا عمرين مزيان لما عندها الحل وما بغتش تدير لما عندها جعفون الكاكا والمور بغتش تدير الكاكا والحل فدل ثلاثة المعالقة وضمقس شوية السكار او مديش السكار في السكوة اللي غدين ديروا جيل كابوتشينو وغدين نحتاجه طبعا للدقيق فانا الدقيق عبرت زلافة عادية دينا المتوسطة عبرت بها وهي لذات لي هاد القياس هادا انتوما حتى برغبة تقول لي كيفاش دايرة وقيسي ديري زلافة وعبري مهم غتيت عبري وتخلطي الى جكل القاوان بحل كي شفتي عندي في الفيديو فاصل في هادا كوب القياس غتي نقب هنا يولماس نعبرها في الكاس فهاد الكاس عندي العبار جيل كاس لعنبي نيشان كي بقيت لكم هادا كايكا كي يجي واعي مداقا وشكلا تبارك الله كيت ترطق وكي يكبر عطي كيتنفخ على المول كبير ومشي صغير وتبارك الله جات بومبي وعامرة اول حاجة غدي نديرها البنات بدي نجيبو زلافة دينا دي الزاج او دي اللي الموين باني واللي كتجمعي كترسي في البيض او تخلطي في الكيك هنهرسو جوج بيضات غادي نديرو كاس دي السكر دي العنباء وغادي نضربو شوية بالطراب بيدنا لا ما تحتاج لطراب كهربائي لوالو غاي بيدك ضرب بشوية 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 من بعد الزيت خسكت تبقيت ضافي بحل مايوناز ونزيد في دينا فانا مصرع الفيديو هنا انا ان او نزيد بعض بني نوالو والمشكلة بها ضفعة واحدة من بعد هنغربو الكاكاو هنغربو الحلويات هنغربو نصف الكيميات نضيف مرة الأولى و نضيف مرة الثانية 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 نضيف الآخر ونضيف الخل ونضيف الخل ونضيف الخل ونقب الخليط نضيف الخل سوف اقل من نصف اقلي من نصف نضيف الخلق من نصف نضيف خلق من تحت 1280منص ونضيف الخلق على خطرة تقريبا 30 قوة حتى 35 دقيقة بالنسبة للسلسة الكابوتشينو سوف نحضره معلقة القهوة صغيرة معلقة كبيرة كاكاو نستلي ممكن تتعويض بحليب نيدو السكر أو العسل حليب نستلي نيدو نستلي 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 كيف تحفو اضافتها من فوق من الجانب منفوخة مرتفعة نستليم بل أحسن تكون حاجة رقيقة لبناء تقوب كبيرة من المعليس غير نستليم تقوب صغيرة كيف تحفو الكيكة منطقة 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 الوصفة كما نستطيع كما نقوم لكم كيف تحفو الكيكة 100 غرام شوكلاة مع 50 مليلتر جيل كريمة أو الحليب غير درسوا الحليب زيدوا مع القادية الزبدة يمكن دهن الكيكا جيل كيف قلت لكم لغاناش فيها 100 غرام شوكلاة 50 مليلتر جيل الحليب وسميتو هذا عفون ودرسوا الحليب درسوا مع القادية الزبدة درسوا الكريمة فريش لا تزيدوا لزودة الأول شوفوا انا بقيت كنكب كنكب كبيت بزاف حتى زعليها من فوق المول لانا التلمون كل كيكا عامرة ما بقاش البلاصة في ندير شوكلاة هنايا غدي نزينها هذا البناس غير كوكاو كنشدو كنحمرو نصف حميرة في الفران ومن بعد كنخرجو كندير فيه روح ديال بيستاش كندير فيه المولوين وكندخلو الفران يسحمرو حتى وينشف صافي كي يجيب حل بيستاش راكي محمرة يجي غزال وكنسد علي فيه خطرق ولو احسن بواطة دي الزج وكنسد علي وستخدوه في طلاجة ولا نضيفه برا ليس لي مشكل وستخدوه في طلاجة من الاحسن فبنا عاوض لكم كي يجي غزال وماندي كدوقيه يحسب لي بيستاش لأنه يحتفل منظر دياله بزاف دلناس يحسب لي بيستاش وإلا بغيتو ندير لكم الوصفة يعني في فيديو ديال كيفاش تحضر البندق كيفاش قولوا هاليا ونحضر لكم فيديو مفصل على الطريقة ونوريكم كيفاش كندير لهم فأنا كنحضر البندق كنحضر اللوس كنحضر أكلهم كنحضرهم من الكوكب كيف كتشوفو هنا عندي هاد القوم هاد القومة هاجي على شكل فرمبواز لان ما قنش عندي الفرمبواز من الاحسن لكن عندك الفرمبواز غادي جيزوينة بزفزف راكم عارفين البندة ديال بيستاش مع البندة ديال فرمبواز كالتواتا وشوكولا كان غادي احسن فهنا ما عنديش فطريت اني ندير القومة غير المنظر فقط كيف كتشوفو الكيكا جا تروع البنات خطيرة وخليوني من الكيكات المسقية في هاد القيكا بالكابوتشينو المدق ديالة خطير زوينة كيف كتشوفو تبارك الله وسلعن بي مرتفعة منفوخة بحلشي بحلام عمرالداخل نتمنى ان الوصفات تعجبكم وتنالي ريدكم وتجربوها ونتمنى اللي مازال ما تشتركت في القناة تشترك وتفعل جرس ويلا قدرتوا كيف كنت لكم في اول فيديو سبارتاجي فاعونوني لان القناة ديالي حرم ان الوصفات ما كيتشافوش نتمنى انكم تعاونوني الى اللقاء فيديو جديد وصفة جديدة اشتركوا في القناة